اشتركوا في القناة 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 نكمل عجينة تاعي بنفس طريقة نشكلها هكذا دوائر اشتركوا في القناة نضغط عليها بها الطريقة هادية وبعد نضغط عليها بها الطريقة هادية وبعد نضغط عليها في الواسط نضغط عليها ملح من فوق نغلق عليها ملح سينو هاديك الشوكولة هاديك ريتخرجكم ملعجينة كي طيبوها كما كنت شوفونا هنا يا نضغط عليها ملح نعود نشكلها بنفس طريقة نديرها هكا دائرة هاي ديك نسدي لكم واحدة اخرى تشوفوها معي نسطحها هكا البنات وبعد نحكم شوكولة تاعي نحطها في الواسط هاي ديك ونطلع الاطراف هادوك للفوق كما راكوا تشوفوه هنا يا ونعاود نشكلها على شكل دائرة ودوك نكمل انها بنفس طريقة هادي تنكمل قال حبتلي عندي اشتركوا في القناة هنا هاهنا الحبيباتي بعد ماكملتهم كامل دوك هنوش نديل نحكم منواة كوكو كي ماراهم هكذاك بعد ما شكلتهم كي مشتوهم عايا دوكم نحطنهم في الواسط كوكو هكذاي نديرهم ملح نزيل مصر هكذا كما ركو تشوفو هنا يا وهنا نضغط عليهم غير شوية من فوق هاي ديك اللولا كما ركو تشوفو البنات انا بحبة بيض جاتني 30 حبة سوا سوا بمئتين وعشرين ميلي لتر تاع الكاس مئتين وعشرين ميلي لتاع البنات تاع الكاس خرج لي 30 حبة سوا سوا هاي ديك الحبة الثانية البنات كما ركو تشوفو هنا يا ونضغط عليها غير شوية من فوق صاف كلها تديروا مئتين وعربعين ميلي لتر البنات تخرج لكم حوالي ربعين حبة انا ديك مئتين وعشرين ميلي لتر هاي ديك نكمل بهذا نفس الطريقة هكذا يا حتى نكملهم كامل وهناك تشعلت الفرن على 180 درجة هاد الحلوة هادية ما شاء الله تخرج كمية لبس بيها بحبة بيت برك بالزيت ودوق لبنات ما عندي ما نقولكم روعة لبنات جربوها شرا ما تندموش عليها توالم القهوة لا تاي دوكنا هنايا نكمل بنفس طريقة هادية كما ركو تشوفو هنايا حتى نكمل جال حبات اللي عندي وهنا حبيباتي كي ما ركو تشوفو بعد ما كملتهم كامل حبات دوك هنا ندخلهم من الفرن تبوري شوية من تحتها ونضيهم من الفقه ونطفي عليهم ونطلقوا ان شاء الله السحن تقديم ان شاء الله وهنا حبيباتي كي ما ركو تشوفو هنايا بعد ما طابت الحلوة التاعي جاتني خفيفة لبنات وسوكتو كذلت لها حشو بتاع شوكولة اطاها ماذاك روعة لبنات وان شاء الله تشربو هاد الوصفة هادية واتمدوني عليكم كيف لكم وضاكي العادة ونقولكم مع السلامة الوصفة القادمة ان شاء الله موسيقى